ملتبلايينج امونوميال باي ان الجيبريك اكس بريشن ملتبلاي 2 باي 3 اكس مينس 2ي يبقى التو هعملها مرة ملتبلاي 3 اكس ومرة ملتبلاي نيجيتف 2ي يبقى 2 ملتبلاي 3 يعني كوفيشنت ملتبلاي كوفيشنت 2 باي 3 ايكول 6 والاكس هتنزل زي مهي لاني ما عنديش اكس اتاني يعملها ملتبلاي معي احنا بعمل ملتبلاي بتويني like terms كوفيشنت باي كوفيشنت اكس باي اكس واي باي واي اكس هنا ما عنديش اكس اتانية فهتنزل ذين 2 ملتبلاي نيجيتف 2ي 2 ملتبلاي نيجيتف 2يكول نيجيتف 4 يعني كوفيشنت ملتبلاي كوفيشنت طب واي ملتبلاي ناثنج ما فيش حاجة تبقى تنزل زي مهي يبقى اكول 6 اكس مينس 4ي هاجين اكس مرة هعملها ملتبلاي 5 اكس ومرة هتبقى ملتبلاي نيجيتف 3 واش تبقى اول حاجة اكس ملتبلاي 5 اكس يعني 1 ملتبلاي 5 كوفيشنت ملتبلاي كوفيشنت 1 ملتبلاي 5 اكول 5 اكس ملتبلاي اكس اكول اكس باور 2 في حالة بنعمل اد للباور 1 plus 1 اكول 2 then x ملتبلاي نيجيتف 3 y يبقى 1 ملتبلاي نيجيتف 3 اكول نيجيتف 3 الكوفيشنت لل اكس 1 اكس معناها 1 اكس يبقى 1 باي نيجيتف 3 اكول نيجيتف 3 اكس ملتبلاي ناثنج تنزل Y ملتبلاي ناثنج تنزل او كان يبقى ال اكس ملتبلاي Y بXY لأنهم unlike terms مش هنعمل هنا add للpower لأنه بعمل multiply between two symbols مختلفين أو two variables مختلفين يعني Again negative m cube n multiply 3 m square minus 5 n square أول حاجة negative m cube n multiply 3 m square يبقى negative 1 multiply 3 by negative 3 m power 3 multiply m power 2 تبقى m power 5 add للtwo powers يبقى add 3 plus 2 والn multiply ولا حاجة تنزل زي ما هي Then negative m power 3 n multiply negative 5 n square يبقى negative 1 multiply negative 5 by positive 5 m power 3 مفيش m تانية يبقى تنزل زي ما هي n multiply n power 2 يبقى n power 3 يعني 1 plus 2 في حالة المultiplication بنعمل add للpower تنزل ما عندي نفس الـ phase أو نفس الـ variable اللي هو n يبقى بنعمل 1 plus 2 اللي هو add لل2 powers اللي عندي Again simplify 3 multiply x minus 2y plus 4 multiply x plus 3y أول حاجة هنعمل 3 by x بعد كده 3 by negative 2y 3 by x 3 by x 3 x then 3 by negative 2y يبقى الكoefficient by coefficient 3 multiply negative 2 negative 6 وطبعا ال-y هتنزل يبقى negative 6y then 4 مرة multiply x ومرة multiply positive 3y 4 multiply x before x 4 multiply 3y by positive 12y 4 by 3 يعني by 12 وال-y بتنزل زي مهي يبقى positive 12y دلوقتي أقدر أجمع الحاجات اللي شاهباعد في عندي like terms 3x و4x يبقى 3 plus 4 هتديني 7 x طبعا ال-y في عندي negative 6y وpositive 12y يبقى negative 6 plus 12 هتديني positive 6y multiply 3x power 2 by 2xy minus 2x then find the numerical value of the result 4x equal negative 1 and y equal negative 2 يبقى أول حاجة هنعمل multiplication وبعد ما هنطلع result of multiplication هنعمل substitute بالvalues المدهاء لx negative 1 وy negative 2 طب المultiplication هيكون ازاي 3x power 2 multiply between bracket 2xy minus 2x أول حاجة 3x2 multiply 2xy 3 by 2 6 x2 multiply x power 1 تبقى x power 3 add للpower والy تنزل زي ما هي then 3x2 multiply negative 2x يبقى 3 multiply negative 2 negative 6 x2 multiply x1 تبقى x 3 أو x power 3 add للpower طب الريزولت اللي طلعت عندي بيقولي substitute بالvalues ان x ب negative 1 والy equal negative 2 هنشيل x ونحطها negative 1 يبقى 6 multiply negative 1 power 3 شلنا x هنا وحطناها negative 1 then multiply y يعني multiply negative 2 يبقى 6 by negative 1 power 3 multiply negative 2 ده first term second term negative 6 multiply x power 3 يعني multiply negative 1 power 3 كل اللي عملته ونشيلت x وحطتها negative 1 والy negative 2 هنطلع بقى الvalue 6 by negative 1 power 3 يعني negative 6 multiply negative 2 تدين 12 minus 6 by negative 1 power 3 بpositive 6 يبقى 12 plus 6 equal 18 كلام ده كله هنحط عالكالكوليتور ونشوفه يطلع بكام ياريت نحط تيرمتر مع الكالكوليتور يعني هنحط الأول 6 multiply negative 1 ونشوفها بكام بعد كده نحط second term عشان نعمل steps يعني حتى even ان احنا مشيحنا اللي هنحل بنفسنا هنحل على الكالكوليتور ما نحط كل الvalue مرة واحدة على الكالكوليتور لأ first term ونشوفه بكام والsecond term ونشوفه بكام زين هنعمل add or subtract بالresult اللي طلعت عندي ونطلع الريزولة النهائية عشان ويبقى في عندي steps في المسألة